اوه اوه مالك يا بيت فيه ايه مامود 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 ايه بطاني سلبطة وقومي ما ما كونش من الكلام ده انا يا عبود بيت قطعت النفس هت فينها ولا ايه تت فين مين الاخر البيتك تتنفس اللي اقولك عليه وما تشغلش دماغك بتروح تجيب عزيمة بسرعة اه وروح ليه مكلمه في التريفون ويجي هو هيبقنام مش هيرد عليك تروح لي ببيت وتجيبه من ايده ولا هجيلك بسهب تتسكن يلا حاضر بابا انا اديتها ومسكن من اللي بيسكن بس الظاهر كده والله اعلم عندها ازاي ده ما تتعالجش يعني لا دي على اخرها اخاف تتفجر في بطنها يا تايم العملية تلوقتي يا تموت الله طب ما تعملها يا عم العملية انت مش عملني فيها تلميز زويل دكتور زويل ده استاذنا كلنا بس العملية دي كبيرة عليا مانفعش امسك العظيمة التكن يدوم العزة بابنه الغلابة زويل ها الله مش كان جراحة مسالك بردك تسد بقى بص يا صاحبي الاخر كده البت دي حبلها طال والحبل لما بيتول بيلف حوالين لقبة الواحد وانا بتخنق بسرعة وانا شايف انه خلص ويا دهر ما دخلك شر اسهل حاجة عندك وعملت ايه البت الغلبانة دي عملت ايه ايه مش كانت راحة مع الود وراحة عالت بها سبح خلطة انهم نقلص منها وبعينت نروح للقصة عندك للاعبون اهرأي الوصاس قدير الروح دي اهم حاجة في الدنيا برني اقولك موديه عند الواد مازم في المستشفى وهو يبقى شال شلطه يبقى كده حكمنا عليها بالاعدام ده دور دي دخلها المستشفى مناصله انا مش فاهمك انت شال اهم البيت دي ايه ابوك ده ليه تسمع عايزك تقول ده تودي الفيلا عندي بس اقدرها الاول اعوديها في هنا بابله اتبني بقش كتير سمعت حاضر ايه ابوك دور ايه الحمد لله دلوقتي بقت كويسة والحقنا الزايدة قبل ما تنفجر تمام انا بس عايز اقول لحضرتك حاجة انا مش مقتنع خالص بالكلام اللي حضرتك قلت المولي قبضة اصحق الحند اصحق اه 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 شكرا